موسيقى ربما الحلم ده بيعكش المشكلات والمتاعب اللي بيمر بيها وبتجعله حزين وغطبان ولما يشوف شخص ان هو بيقرأ كل الكلام المكتوب على القبور في الحلم ربما ده دليل على ان الحلم ده يعني لا يرغب في تنفيذ بعض الامور المطلوبة منه والله تعالى اعلى واعلم ولما شوف شخص بيعاني من مرض ان هو بيمشي على القبور ربما ده بيدل على قرب وفاة الرأي لكن اذا كان ذلك الشخص ده صغير السن يعني ما بيعنيش من المرض وما عندوش اي شيء الحلم ده ربما يدل على يعني قرب ارتبطه بفتاوة الزواج منها والله تعالى اعلى واعلم حلم المشي في المقابر نهارا ده بيشير للشعور المستمر بالحزن والعزلة والضيق ولما يشوف الشخص ان هو بيعيش في المقابر ربما ده بيشير لان الرأي ده ربما يدخل للسجن والله تعالى اعلى واعلم حلم المشي بين القبور بعشوائية يعني ربما ده بيشير اللي بتخبط في الوقت الحياة اللي بيعيش الرأي وحلم المشي بين المقابر في المنام دليل على انه ان الرأي ده بيصرف امواله في امور غير مهمة على الاطلاق ولما تشوف البنت العزباء او الحصراء ان هي بتمشي بين القبور ربما ده دليل على يعني شعورها بالحزن بسبب عدم ارتباطها عاطفيا حلم المشي يعني بين المقابر اه ازا كانت متزوجة ده بيدل على في مشاكل ما بينها وبين زوجها او اهل زوجها والمشاكل دي مسبب لها ازمة نفسية في حياتها ورؤية الشخص او الحلم ان هو بيمشي بين القبور ربما ده بيدل على ان في مشكلة اه بين العائلة بتجعلهم حزينة بتجعل الرأي دي حزينة واما ولما تشوف الرأي ان هو بيصير في المقابر مع شخص ما يعرفوش ربما ده دليل على ما يجيء شخص غريب عنه اه للزواج وان الحياة هتكون مستقرة معها ده طبعا ازا كانت بنت عزباء واذا كانت مثلا مرأة متزوجة وشافت ان هي بتمشي في المقابر ليلا ربما ده بيدل على المعاناة الدائمة من الشعور بالحزن والوحدة ورؤية دي ربما يدل على ان رأي دي بتفعل معصي وتحب الشهوات اه ولما تشوف ايضا المرأة الحامل ان هي بتمشي في القبور او بين القبور ربما ده بيدل على زوال المشاكل اه اللي بتمر بها الرأيها ولما تشوف المرأة الحامل ان هي بتصير اعلى القبور في منامها ده بيدل على ان هي هتضع مولودها بسهولة وهيكون بصحة جيدة والله تعالى اعلى واعلم والحامل اللي تشوف ان هي بتنظف القبور في منامها ده ده اللي يعني ان هي هتتوصل الى هدف كانت بتسعى له من فترة اما المطلقة لشوف ان هي بتسعى وبتصير بين القبور ربما ده بيدل على قرب زوال الاحزان والهموم والمشكلات اللي بتمر بيها في حياتها والمطلقة لشوف ان هي بتنظف القبور في منامها ده بيدل على ان الرأيها دي شريطة الامان وان هي بتحظى بالاخلاق الحسنة بالاضافة ان هي هتصل الامنيات اللي بترغب فيها ايا كانت والمطلقة لشوف ان هي بتسعى بين القبور مع طالقها في الحلم ده بيدل على ان طالق الرأيها دي ما زال بيحبها وبيتمنى العودة اليها ولما يشوف الرجل في منامه ان هو بيسير بين القبور مع احد اصدقائه ده بيدل على قوة الترابط والصداقة ما بينهم والحلم ده بيدل على وجود مصالح مشتركة بين الرأيها وصديقه في الحلم وهتكون سبب في حصوله على ارزاقه الخير وفير والرجل اللي شوف ان هو بيشير يعني بيسير في المقابر في منامه وكان بيعاني ان الهموم والاحزام الحلم ده بيدل على قرب زوال المشكلات والهموم اللي بيمر بيها في حياته اما اللي شوف ان هو بيمشي اعلى القبور ربما ده بيدل على مكانة عالية واموال وفيرة في حياة الرأي وحلم المشي بين القور مع اشخاص الرجل بيعاني من المرض ده بيشير على قرب زوال زلك المرض والتعافي منه لحصول على صحة افضل بازن الله ولما يشوف الشخص ان هو بيسير يعني بين القبور في الحلم وكان خايف ربما ده بيدل على ان الرأي ده بيفعل ما يغضب الله وهنا بتكون رؤية تحذيرية ليه ان هو يبتعد عن اي شيء غير جيد في حياته ولما يشوف الشخص ان هو بيعيش في المقابر في الحلم ربما ده بيدل على دخوله في السجن احباب في الله ربنا بشاركم وكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤيه وعايز يفصرها يكتبها لنا اسفل الفيديو علشان نفصر لكم فسر وقت ما تنسو استشاركوا في القناة واتفع على الجرس علشان قناة لكم توصل لك بالقدر منكم من الناس وللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله